هي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على قمس شهابتها لا أجاه إلا الله وأنه صمن رسول الله وإطام الصلاة وإيتاء الزكاة والحي وصمد رضان تقدم بعض الكلام على شهادة أن لا نجاه إلا الله والبعض الكلام على الشهادة لأن سيدنا محملا والله عليه وسلم رسول الله وقلنا للشهادة بأن سيدنا محمدا رسول الله والله عليه وسلم هي تتخلق منك أيها الشاهد أمورك أولا أن تعلم وتفكر في أمر هذا الرسول الذي أرسل الله تعالى إليك فتعلم أنه رسول إلى جميع العالمين جاء بالرسالة العامة إلى جميع الأمم العرب والعجم وأنه هو خاتب الأنبياء والمرسلين وأنه رسول الله تعالى إليك وإلى جميع العالم جاء برسالة من علم الله سبحانه وتعالى فلو أنك فكرت في هذا الموقف لعرفت أن الأمر عظيم الله رب العالمين ملك الملوك خالق الخليطة خاطر السماوات والأرض يرسل إليك رسولا معه رسالة إذا أنت من هذا أولا دليل على شرفك وكرامتك عند الله الله أرسل إليك رسولا فمعلى ذلك إعليك أيها الإنسان رفتك مقامك وأنا قد كرمنا بني هذا إذا أنت كريم على الله أنت لستك البهائم الحيوانات لستك البغال الحمير أنت إنسان كريم على الله أنت كرمك الله وحملك الأمانة الكبرى وهي التي عجزت عنها السماوات والأرض فأبينا أن يحملناها وأشتقنا منها وحملها الإنسان أي لأنه محتاج إليها حتى يتكمل بها ولو لا يحملها هو ظلوب جهول فوانسه ظلوبا جهولا فحملها ليتكمل إذا أنت مرض قطاب الحق من الخلق أنت أرسل الله إليك رسولا يبلوك الرسالة وفي هذه الرسالة أمانة الله الكبرى الأعتقاد الإيمان والعمل الصالح والأخلاق العامل والمعامل الحسنى وما هلالك من الأمور تكارب شيء هذه أمانة الله الكبرى إذا لما قال الحق لك قال إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم على قطاب المن إن أرسلنا إليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنت من إيلا أمي؟ من أمة نوح؟ من أمة موسى؟ لا أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنت الآن في زمن رسالة في إم محمد صلى الله عليه وسلم إذا أنت داخل تحت الخطاب إلا أرسلنا إليكم أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول أي فلا تكونوا فرعا تكبروا على شريعة محمد كما تكبر فرعون عن شريعة موسى إذا أرسلنا إليكم رسولا أرسلنا إليكم أنت من جملة هم أم لا إذا جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسولا من الله إلى جميع الناس جميع طبقات الإنس والجن والأمة إلى يوم الدين إذن هذا من أين جاء من عند الله بماذا جاء برسالة من عند الله بلغها بلغها يا أيها الرسول بلغ مع ذلك من ربك وإن لم تنفع فما بلغت رسالته فبلغ صلى الله عليه وسلم إذا ما لازم تفكر يا أنسان وتقول في نفسك إلى أجل أنظر حتى أنظر في هذه الرسالة الإلهية التي جاء بها أفضل خلق الله من عند رب العالمين وأفكر وأتدبر فيها وأعمل بمختضاها قال والله لازم تفكر ذا كان عائد ليس إذا كتاب إجاب من صديق أحد أصدقائك تحترمه وتقرأه وتبكر ليس إجاب كتاب من واحد كبير عظيم وإذا به تحتفل في كتابه قال لازم قال له صحيح لازم فإذا جاءك رسالة وكتاب عند رب العالمين شو لازم نسوي قال له يحط بالخزينة هجرناه لا تتخذ القرآن مهجورا لا تتخذ شريعة الله هجرا إلا مفتاح القرآن مهجورا وعمل به قال شلو نقول لهم كما جاء رسول الله فكيف بيّن لك رسول الله وفسر لك القرآن ووضح لك العقيدة وذلك العمل الصالح والأخلاق العملات الحسنة أنت تطبق كما بيّن لك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى له لتبين للناس ما نزل إليه فكفاك رسول الله البؤنة وبيّن لك مضامين هذه الرسالة ومبادئها ودعوتها وحسنها ومحاسنة إلى آخره إذاً إيه شيء يجب عليك قال والله يجب علينا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له من بتوقف قال ليش نتبعه قل له لأنه جاء بمطالحك جاء ناطحا لك جاء حريصا على نشرك ما جاء لنفسه ولا لغرب الثاني لا جاء ليجمع المال ولا للجاه ولا للملك ولا لشيء جاء لك منقزا وناصحا وحريصا عليك وأهمه أن يدخلك في دين الله تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة إذا لا من تتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من يحبه جاءك يا إنسان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدلك على الله ويوصلك إلى الله ويدخلك جنة الله قال يعني يبدو يدل على الله يوصلنا إلى الله يقول له إذا كان في الدنيا محبة ما وصلك إلى الله وصلك إلى الله قل لك معاية القرآن وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله فالصراط الذي داعي إليس لمحمد هو طريق الله يا إنسان هو المصل لالله جاءك عليه الصلاة والسلام يطهر نفسك يزكيها لأن نفسك فيها دنس فيها أدناس وفيها أرجاس وفيها أخلاق زبيم وفيها أيضا دواعي الشهورة الزميمة وفيها ما فيها فجأة يطهر يزكيها ينلمي فيها الخير وبعدها عن الشر وهذا معنى التذكية قال هي قلت أوله يا رجل نحن ما نتكلم من العقلة ولا نتكلم بضرب من الخيال ولا بالتمثيل لا نذكر لك ما جاء في رسالة الله التي بعثها إلينا مع محمد رسول الله وهو القرآن والحديث النمر ما أريد القرآن ما أفلت ليس ليس يا سيدنا محمد ليس الله أرسله ما يفضوا لي الشغل إنه الله أرسل الرسول لا أرسل الرسول لهم نات لأن مصالح البشر منوطة ومعلقة بما جاء به هذا الرسول سعادة دنياهم وآخرتهم قال هي قل القرآن قال الله تعالى قال لقد من الله على المؤمنين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم إذا جاء حتى يزكينا مع المعنى التذكية قل للتطهير التذكية ومنه الزكاة إزاي ها مرزال إزاي التذكية تدل على شيئين النماء والإزالة شيئين إزالة ولماء يعني سلب وإيجاب فهذه ما تذكية ولذلك يقال هذا تذكى هي تطهر من الدنس وتكمل بالفضائج بعود عن الرزائل وتكمل وتحل بالفضائل هذه تذكية ومنه زكاة المال تطهير للمال وتنمية له في البركات فابتع في الماء وأيضا يطاهر من الدنس الأوخام إلى آخره فإذا يأثن محمد عليه الصلاة والسلام يزكي العالم يزكي نفوس العالم يطاهر نفوسهم من الرزائل والنقائص والأخلاق السيئة والمعاملات الزميم السيئة ويكملهم بالفضائل والمحاسن الخلقية والعملية والتعاملية والمعاشرة والمعاملة وما إلى آخره بهذا معنى التذكية ولا يمكن أن تدخل جنة الله وتكون في جوار الله جل وعلا إلا إذا زكت نفسك وطهرت تماما تماما لو بقي في نفسك مثقال زر من الدنس ما يقبل الله جوارك في الجنة ويبقى في الجنة حتى في الطهر قالوا الدليل قالوا لك لا أرآن يا رجل الأرآن لا يشنس قال جنات عدن تجري من تحت الأنهار والدين فيها وذلك جزاء من أي جزاء من الجنة جزاء من تذكى أي من تطهر من تطهر فعمل بما جاء به رسول الله هذا التطهر فإذا أنت عملت بما ذكاك به رسول الله وهو دلك عليه فتطهرت وعملت فتزكيت زكاك أي طهرك فتزكيت أي تطهرت هم يعني في اللغة كيف فإذا تزكيت أي عملت بتزكيته كما يقال هداك أي دلك يعني لكن المعصوص تهتري فاهتديت هداك فاهتديت نجحت أما هداك ودلك ودلك أنت ما اهتديك ما عملت يعني فزكاك فتزكيت إذا انت فعلت فالتزكي هو التطهر وهو العمل بما جاءك به رسول الله الله عليه وسلم إلى ما يدخل الجنة إلا من تزكى أي طهرت نفسه ولم يبقى فيها ولا مثقال زرة من الخبث أو النجس أو الدنس أو الوخم أو الرسالة إلى أبلاً ولا بقى زرة يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال زرة من كبر مسؤال زرة تعرف زرة؟ قالوا قالوا النملة الصغيرة قال له لا أداء من هيك أي اسم الزرة حجم صغير جسم الله غيره لكن في أداء قال الطراباء يقول له في أداء الزرة جزء لا يتجسر خلاص آخر جزء ما بالجزة هذا اسم الزرة والآن باب علم كبير فتح له باب الزرة معشوف فله العناحي الزرة من حيث الحاجب الله ما عن نحكم من حيث الفن فالزرة هي الجزء الذي لا يتجسر أي أقل أقل ما يتصور ما أقل كل جنة إذا كان في خلف فتر وإذا كان جبل يكون كل الشركة في علم يطبون تبدو ما إلى الله عالمسلين طلّي وحجي وذيكي زكي وإلى آخر جسم ما يتجم شيء تكتفل كل هلنا تتفهم بعض أي شيء ما يتجم يعني فلا قالوا انه لا يتجم وأنا هاهاهاهاها هاة طلع لاعقب علم الإ GR الكبار وينظروا إلى ألم إنه جهاز اكبر يقولوا عزوا بالله إنسي منظوه من راتك العلموFl super ولكن إذا كانت 6 سورا شيء كبير بابتل في الجنة ها طيوه انا كل سنة بقوم بحج قلوه انا كل سنة لو كان حج يتو الشهر يتوه حجان فيه هل ما بيجيه هل ما بيجيه قال ليه طيوه قلوه ايضا الى محمد عالي لا يدخل الجنة من كان في قلب الصال مزوس من الكبر يعني معناها رجل مصلي ومزفف وحجي وصائم وكل شد ليه فيه لكن فيه نتاحى الدرمة من الكبر منعسوا عند كل الجنة ولو كانوا انطللوا الوليها لما انطللوا الى انطللت لما انطللت الى انطللت لو كان ذلك الولي الى انطللت انا احنا ميت انطللت انطللت اللهم وفقنا أن نتذكى بتذكية رسول الله ونتطهر بتطهيره والأمور التي ذلنا عليها وتكتانا وفهمنا أن نعمل نطبقها حتى أن نطهر نتطهر ونذكر جنة الله طيبين طاهرين يذكيكم وبحر نفوسكم من عيوب من آفاته من أدناء والنفسها آفاته لا ينفع رجاء فالنفس الأفات كثيرة فهلها كالثبت الحكم الحهم الحسن وعاكد القلق الصيح المعاملة الخسن الغليفة اختقال التقالة سعيد سعيد فعل النموض قال هاك إيزاء هذا إيزاء واحد السعر بجيت في واسي فقاله إذا ما لست حصل إليه لا فالنفسها بجيت أختقال النوع نتيجة قال لا تكبر فيقول له قرآن قال فإذا فاحثتم فانتشهوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يجزي النبي فيستحي بيكم بعض الأيام طاعموا الطعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وراها منات بقي أولاد أطالوا الدروس عنده بعد الأسر إذا محمد صلى الله عليه وسلم يعني حياء كرم فيستحي ما بجي من يقول له أوموا صرفوا روحوا كافحان انتحي منهم حياء كرم فليزي القرآن فعنده فانتشهوا إن ذلك كان يجزي النبي أي السعارة فيستحي هذا شيء فيه النبي فيستحي فعندما حكوا بعدين قلوا يا حال عملي يا إيزاء فالإخبار إيزاء ولذا المؤمن مقال الضيب غريب نظيف خفيف أما واحد شعير وغليل إذا اتكلم كالأفتشن بجرحنا في الحلم ماذا لا لا هذا ما هو فيه خير فعلا والله رجال خواب كل خواب لكن هيا تأخذ كليل من ذنوبه يا إزباه والله شعير وفتشن وغليل واللي بحكي معك إن أكدت الله أنه ضرب بجرح قل له أنا فأتكلم يجزي هذا السجن الخلق أن أتكلم الله العارف ولذلك يا أنت من هو أقرب الناس إلى الله ومن هو أقرب لمجلس سيدا رسول الله أو الفضرهم وأحسنهم خلقا فأحسنهم أحسن خلقا هذا هو يقول عليه الصلاة والسلام إلا أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أحلاقا ها بدنا تتخرب النبي سبحان سلم في جاهد كوم في هكذا في رحامه ونعم أتكلم عليك أخلاح حسن قلوه لأن السبن محمد سبحان سلم خلقه عظيم وفقد حسن خلق عظيم أخوتهم وقال وإن أبرابكم إلي وأبعابكم مني مجلسا يوم القيامة وهو على العادي السرسارون والمتشدكون والمتخيهكون السرسارون أي في اكتباه يختاري جاري 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 قالوا المتشمد بالصفحات وبالصغر الناس يعني سوفوا على الناس بالصفحات وبالصفحات وبالصفحات أما الناس لا تكلمان قالوا لا 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 استغروا انها تكلمان قالوا وما المتفيقون يا رسول الله قال المتكبرون إذن بعيدين بعيدون عن رسول الله كل واحد مثلا وعلى هذا إذن الكبر وحف الزميل وتوق الخلق شر عليك تحسن الخلق أفضل الموازين أفضلهم نزال نازم القيامة أفضلهم خلق ما بي شيء أفضل في نزال المؤمنين بالقيامة من خلق حسن تغير التقل ميزالة الأخرى وحف الزميل وراجع أفضل خلق حسن خلق يقول خلق الله عليه وسلم ما بي شيء أفضل في ميزال من خلق الحسن وإن صاحب الخلق الحسن قال خلق الله عليه وسلم وعلم الناس الخير خجاه الله وعننا كل خير قال وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ بحسن خلقه درجة أصبائق القائم قال أي هو له صواب نوافذ وله خواتي رجال خلق فريض ذاك خلق حسن قال هذا لخلقه الحسن وعاملته الحسن وهكذا يدفل ينام مقام صائم القائم فعنه لا صاحب نفسه ولا غاب الليل لا تحجب قال الله يعطيه يا العمل قال هذا والله خلقه حسن قال قال لم تبيع السري خلقه حسن لكن بعض يديوته نسؤوله على العقل يوقف لا البيع والشي بقى عشان تستعطوا فينا عشان مفاجعة انه خلقه حسن يعني قال خلقه حسن حسوى وشدة وثبت وشتن وأبوها وأبو أبوها وإلى أعطيت لا 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 هاي ببط يقول قال الله وعلي خيروكم خيروكم لأهله قال وأنا خيركم لأهله قال قال وأنا خيركم قال وأنا خيركم لأهله قال عليه الصلاة والسلام وعملت وعمل حتى لفاق حتى قال السلام ما رأيت ما رأيت أصفت الرسول الله العصفية انت انت بتكتد محمد انت في كل أمور عدتك تجعل إمامة أمامة خيروكم سيدنا رسول الله هذا هذا هو الخلوة هذا هو المعصوم بإصم الله وما قال الأولياء رضي الله وعجهم وقام الا بحسر المتابعة الا بحسر المتابعة ونسأل الله حسر المتابعة وكمال المتابعة والتوفيق للمتابعة إذا يا انشاء فالخلق الحسن هذا في الكنة وهو الخلق الحسن والبعد عن الكبر البعد عن الكبر ما التوامن ، ستوابع على عباد الله، زي توابع للمسلمين توابع ل Real ولذلك من توابع لله رفعه في رواية من توابع المسلم من رفعه الله يقول الشيء صلى الله عليه معنى توابعه المسلم لانته مؤمن توابعه له هذا ادبا مع الله لانته هذا انه قرارته عند الله اهتم توابعه لا الله معنى فهذا التوابع لا تكمل على المسلم لا تكمل على عبادة والها بدأت وصفه كله ولو تؤهمه انه فاسع هو من ايه فاسع ما تستبر عنه اجعل الله عابينها الفنة ليس يحرك عليه فمن جملة افات النبي ان تحتقر الناس او تسخر منهم ولو كان فاسع يا ريها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عبا ان يكونوا بالحال هذا ولو فاسع لكن هذا عجلهم عم من كروا محبرة ومعم يتوب الى الله سجل وعلى عقلته الله جاين من يصني همهم فسرم توم كبس جلود عجل يقول هو احزاب الله انك مغلوج حالك وعبادة الصورة ما هو الاحزاب قال عجل ان يكونوا اي ان يصيروا احيانا كان تأتي معنا صعبة اي ان يطير فيها بعد خير منهم يعني جيجي يوم هو جاله وغفر القوص من الدكتو عكماني ويقول عليه الصلاة والسلام ملعي وأطاه بذنب لم يمس حتى يعمله لا يتعير اهل المعاصي على معاصيهم احمد الله على العاصي وسل الله عاصيهم ارحموا اهل الملاء وحمدوا الله على العاصي ولا تتعير عليهم ولا تتخذ منهم ملعي أطاه بذنب لم يمس حتى يعمله هذا الحديث هو هارج إذن ان تشكر نعمل الله سل الله يتوب عليه وفق للجوم وعاصي من هذا البلاء وقف الى آخره فالتخري لا تجوز والعفو الله تتوز لو سخرت من كلفة غارتك فيه ان يجعل بالله كذب والعاصي ولو كذبت كذبه لا لبا ما خرصت هي انسان هذا كذبت نعمل اجبت عن الفخرية هناك كذبتك ولا تت weep ولا تت ولا تت ولا تت ولا تلاحك بينهم ولا تت انا ما طت gleich والتطباق الاخرام الاخرام الاكتاب ولا اثنين الاخرام الحصاب ان اثنين فاذا تباق ان هي انه هي البيانة عن السبك هي اكبر الخبائر لكن السبك تتكلم فيه بمعن في شيء بسري الاخري ها ما اسم السبك كحالت بمعنى ها ما اسم السبك هذا ما بيجيه يا السبك هذا السبك والبسري بسوق كمعوان فلذلك يا انت كلنا انت يجب ان تزكى فلذلك واول كل تحفظ السبك تزكية النساء من الكلام السبك وتزكية النفس والاخلاق النفسية من الاخلاق وهو تبعى عن السبك كما قلنا وصول خلق وماشى اكبر هقد هذا ايه وان وصف خلق خلق من الامر العادية هقد 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 يا كأن تبغد او تحفظ يا انسان او تحفظ فهذا كما ورد يقول عليه الصلاة والسلام يحذر المسلمين من الكعفظران والحقل وان صلاة ومعملوا مجهور اذا كان بهم سبك الحقل والحقل قال ببا اليكم داعوا الامة من قبلكم اخبر فتبار عليه وسلم عما يقع في اخر هذه الامة من التغير تغير الالوك قالوا بسبب الاول تحافظ تنافظ قابل 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 كما قابل قاعدوا قالوا ان سبك الحسد وان سبك الحسد وقابل قالوا ان سبك الحانسة اي هذه القفل حانسة و الحالة حلا فقال 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 قال اما اني لا اكون تحلي في الشعب القصل لا تحلو انتعراته ولا تحلو انتظر اللي بلسكيه بسكيه 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 هذي كلها منا تسكيه تطهير النفس ومن الجملة اللسان فعض لسانك هذا اللسان احوج ما يكون الى امساك الى امساك لذلك بيّن عليه الصلاة والسلام بيّن طريق العبادة والفرائض المفروضة والنوافل المحبوبة والنتائج المطلوبة ثم بيّن ان هذا كله موكف الواحد عمل بالفرائض وعمل بالنوافل وعمل بالكماليات قالوا ما عليه شيء واحد مهم وهو اهم ما يكون حتى يستثلم له اعماله ويعتبر حقيقة من العابدين ايش هو الاخيرة؟ قال حفظ اللسان جاء في الحديث قال معاذ بن جبل قلت يا رسول الله خطبتي اخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني من النار اخبرني عن عمل ويدخلني الجنة ويباعدني من النار راح معاذ يسأل نبي عليه صلى الله عما يدخل الجنة وبعدوا من النار لانه يحب الجنة فخاف من النار قال يخبوا على الزبال فخاف من النار قل له ايه فخاف LegoBudobileBud Prob dulu ذكرة صحاب المؤمن يا خاف من النار هو المؤمن يحب الجنة قال الا انا ما خاف من النار ولا انتي رابك تاني في الجنة يقول انتهه مجروب انت انت زوجين نحن مجروب قال ايش انها خيب في الجنة Anthropolog 나 شوف الله انت ليش اave انا بدي انا اللا بيجعنا لك شوفه جهنم ما شوفه فى جنمن محجوبون 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 اللا في الجنة تراه فى الجنه بيكلمك فى الجنه بيجالى عليك غريك في الجنه بيضيفك فى الجنه بيقاربك فى الجنه ليش ايش عمال من الجنة أعلى فهم الخسات والرمانات والخيارات والتفاحات قلوا لا 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 هاي مي صحيح يا مكر فيه ايك نعم فيه فواكه و سمات لكن فيه اعلى كمان فيه اعلى منه ايك فيها رؤية الله فيها مجالس سيدنا محمد رسول الله مع الذين العمى الله وعليهم فيها ورضوانه من الله اكبر فيها فيها يا انسان لازم تحب الجنة لا من تحب الجنة ولازم تخاف من الناس لانها نار الله لانها عذاب الله قل اني اخاف ان عصيت ربي ايش اخاف عذاب اليوم العظيم هيك الله قال له لسيدنا محمد فلذلك لانا بتخاف لان النار نار الله العصائر ما بتخوف لحاله لكن ايش مخوف اللي يابت بتحمل العصائر اليان اللي بتضرب بالعصائر هاي المخوفين فالنار نار لكن لكنها نار الله فعلى الله المعزف الله بيخوف يا انسان الله بيخوف فاذا انت لن تخاف النار ما اخفت من الله يعني ونسأل الله ان يعزل من النار وندخلنا الجنة بفضله وكرمه قال اخبرني بعمل خل جنة بعد من النار ايه كان الجواب انه هذا السؤال يعني بسير والخيص ولا شيء كتير كبير قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ لا قد سألت عن عظيم ايه كان امر كبير جدا سألت عن مسألة كبيرة عظيمة مهمة ها يعني وانه ليسير على من يسره الله عليه اللهم يستعالي من النار بالطريق لدخول جنة والمعنى من النار قال له تعبد الله لا تشك به شيئا وتقيم الصلاة المفروضة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة قارى وتصوم رمضان وتحج البيت يعني ان استطعت كما ذلت عليه الاحاديث اي ذل على الفرائد لا بد بالها ثم قال له صلى الله عليه وسلم انا ادلك على ابواب الخير اي فوق الفرائد ادلك على النوافل حتى تزاد قرب من الله وحبا منه وفيه اي نوافل كما تقدم معنا قرب النوافل هذا بعض خصوصيات ومقامات ومراتب وليات واشياء اسأل الله التوفير سماها ابواب الخير النوافل تفتحها ابواب الخير في الدنيا وفي الاخرة قال قلت مالا يا رسول ودل على ابواب الخير حتى ادخل فيها يعني قال الصوم جنة اي صن من النوافل ما استطعت غير الفرق غير رمضان الصوم جنة وقاية من الناف والصدقة اي النافل غير الزكاة الزكاة تقول لها من الفرق اما هي النفل والصدقة اي النافلة تصفق القطيئة كما يصفق الماء النار جنوب خطايا عاملت صدق تطفل الخطايا تطفل وضع من رب جلا وعلا كما في الحديث صدق وقال لا هو بحث ما كله اهنا من الزكاة يقول لك عاطم اي الهي الحسان يا الله عم يعطيك اي الهي الحسان لا هو عالقرش الى عواطة نصفر الى فقير تسجي لهي من الزكاة اخر شي انو عم زكي يعني بطع راس براس يقول لك اي عطيها شوي زيانة والله يعطيك زيانة لك زيانة اي ارا اشترا غراب وفواكه ومود وتفاح ولحمة وشحمة مع ايه ايه و وين حمان هاز الحمان ايجي الحمان بديك تاخده لمحل الفلانية بنائي الفلانية بطابر الفلانية باطلاعس ايه ايش ارحطه لحق الغراب مية بيتة تاس بية اربعمية ماوسيد سبعمية ما بيهمون ايجي الحمان ايجي الحمان ايه بديك تاخد يقول له اذا خيوان ايه المحل ايه دي ان ايه او اكد شي بقمس 11-12 ايه ناش تكتير خمس وراء دي جميلة دي عشو لك ايه ليش اندي حطيت عالتفاح وايش والفواكه والحلويات واللحم مبالث وهذا هالمزكين هلا بابلك اتفاصلوا عالوراء ونص وراء ويلة ولك خليه سماح يا انسان ولك جود انت يا الله عم يكرم عليكم في جود يا انسان كون رجال منيح ووسع عباد الله ووسع على الفقراء ووسع المساكين ووسع على المحتاجين لا تاخذ بالمشاشحة مضايعة ولا بعده الله مضيق عليك يا انسان في الدنيا وفي الحساب وبالامر نسألوا ماهر عافية فيا هذا والصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء الناف وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين يعني اذا اردت ان تكون من الصالحين فالبس شعارهم ما هو الشعار الاصل في الشعار هو القميص الذي يلبس على الشعر الداخلي هذا اسمه شعار يلبس على الشعر يعني اذا اردت ان تكون من الصالحين فالبيت يلبس الصالحين وهو قيام الليل قيام الليل الحاصل شعار الصالحين اللهم لبثنا شعار الصالحين وفقنا للصيام والقيام ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي عن الفرش الليل تتجافى تتباع جنوبهم على المضاجع يدعون ربطهم خوفا وطمعا ومما رزحناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أي قوام الليل ما حنب يعلم فضل عند الله إلا الله لأنهم أخفوا الله عملا في الليل قاموا في الليل ما حنب شيفهم أخفى الله لهم ثوابا ولعيما لا يعلمه إلا الله اللهم فعل ببركاته ثم قال عليه الصلاة أنا أخبلك برأس الأمر وعموله وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قل على رأس الأمر الإسلام 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 ضدقا وإقرارا بالشهادتين ولكن هذا النطب بتتحقق استسلام لله ولأوامر رسول الله رأس الأمر الإسلام أي الاستسلام القولي بالشهادتين والعمل والعمل تستسلم لما جاءك عن الله وعن سيدنا رسول الله صد العسل كما قال يحكموا حتى يحكموا كثم الشجرة بينهم ثم لا يجل يوسم حارة مخبر ويسلم تسليما أن يسلمون لك تسليما يا رسول الله رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد ذكر له الفرائد ذكر له النوافع ذكر له الأصول الكاملة الكلية طائشي من الدين أنا مرشي أنا الكل طيب إيه قال لا في شيء واحد أبود منه وهو الأخير وهذا شاهدنا ثم قال له عليه الصلاة والسلام أنا أخبرك يا معاذ بملاك ذلك كله أي هل أعمالي ذكرت لك ياها إذا أنت تحققت فيها وعملتها هي معرضة للضياء معرضة للزوان ولكنها تحتاج إلى حصان تحصن فيك وتبقى عما تبقى أعمالك لك ما تروح لغيرك لأن المهم أن تجمع ويبقى ما تجمعه لك أما والله تجمع ويروح لغيرك هي المشكلة مثل واحد يجمع 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 والمساني بريحة في غير دربة قال له لا ما تنساهم تعابن غيري أرض قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي بما تملك عليك أعمالك صلاتك تبقى إلك حجتك تبقى إلك زكاة تبقى إلك قيام الليل يبقى إلك تتفع في الدنيا وناخرات ما يروح لغيرك ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي بما تملك عليك هذا كله ويبقى لك مدخرا عند الله ما يروح منك قلت بلى يا رسول هذا المهم قال كف عليك هذا وأشار إلى جساب أي بسيك عليك جساب قلت يا رسول الله وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به أي كلامنا في علم مؤاخذ وكلامنا كمان قد يجب حسناتنا وقد يبطل بعض أعمالنا بكلمات يعني قال وإننا لمؤاخذون ما نتكلم به ساكلتك أمك يا معاه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل أجلتهم هذا الشيء حاصوت مثل حاصوت هذا بيجع خير الشم بربع الأخضر وليه يا رسول مليح والأبيح في الآخرة إذا احفاظ هذا إذا تريد أن تبقى لك أعمالك وحسناتك محفوظة لك وباقي لك عند الله لا تعرض للزوال فأمسك لسانا قال عن إيش فأمسك لساني قل له عن الساب واللعن والقذر والكذب والغيبة والنميمة والنميمة يا إنسان وعن كلمات شرعية اتخذة مسخرة يا إنسان يعني بيجيبها في سياق الهزل على طريق المبحكة بمر عليك واحد ولحته طويلة شوف لحته شوف كذا كذا إلى آخرة هذا كلام بروح من أعمالك يا إنسان شوف فلان شوف علان إلى آخرة لا حضل سين يا إنسان هذه الكلمات كل واحدة عملت أخذ عملت أحصن من صلاتك من أعمالك من حجاتك من ذكرك لله من ومن وأهم ما يكون الغيبة 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 لا نعلّا قال وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ 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 وما على الغيبة فاشتراها صلى الله عليه وسلم قال وَلَا يَتَبْلُونَ مَلْغِيبَةَ قال الله ورسوله أعلى صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره أي أن تذكر أخاك بشي يكرهه ما يبريده قال يا رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان في أخي ما أقول أي قلت فلان كذا وموجودها الوصف فيه قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته أي غيبة وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته أي فيته بمهتال العظيم أكبر من الغيبة فالغيبة تذكر أخاك بشي موجود فيه لكن ما بريد فلان بيته مو كويش قال له أي غيبة ما بريد الكلام خير فلان ابنه ما منفع خيرهم ما بري بيعرفوا ما منفع بس ما بريد تحكي عني على الحك فلان على أولى كبته فشلة فلان قم بازه ما عم يشبه وعنه عم تحكي شي موجود فيه بس ما بري يعني هذا ما بري هالكلام يعني بتقلم من هالكلام بتأثر يعني ليش عم تساوله كبه موسيقى موسيقى بسي الجميلات منها في مقام قبتة عند مليك المقتدر إذا إذا اخذت تكون لديك القطار تعريك بالمال أولى تاتفا للمقام كما يقع والبان هو مقبتة والثورة والثورة هي التي تغطلك من جميل ورينك كما جاءت قبتة في مجلساتariamente النساء كنت diesesέλ Single بها لسلك قلية صور كورواغ�� يعني ظهر خلية ظهر مجمع وبيان كتنزوب عليك اليقوني ان تكون تزايا سيد الله نعم الولد الوحيد ما هو معفوظ ما هو معفوظ الانبيا طلوات الله يعنيه قلوها ليالا مخصفا ياتلي اتواعي القطية السيواجين فالمخلوق تزايا سيد الله انتفي القطية ما اعملت في المسلم الذي اطلق في ما اصرق ه وفريكا لايالا سيد نعم احيان على اطلق يعني ان تتناولى تباعدك في قوائلها انت قادل المسوء العام تقول ومتى أفعلها النوعه وعليك قلع زيان نتعوض لان دموعنا يجيل اذا اصرق اذا اصرق المسلم اصرق اي طارق انت يقول انا النوعه وعليك في ضيال نقطة المهم مع الإيمان مع كيف ورجوع ذائما لله على مسل المهم ومسل الإنبان كذلك من المهم؟ أقيد إلا مروح الإيمان يعني في بعض الآخر مسل المهم ومسل الإيمان كمسل الحرثي مع حاجز يفري الأخيات هذا الرقم منه هذا الرقم منه هذا الرقم منه توقف رسل الله في مدفع يترجم في القرم منه هل يريدون أن يرسل وأن يرسل يقوم بسطول العالم أن يضع أشياء رسل الجوال 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 او طالح 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 او ط جلس من يسعي وانا ولا اقتل من يسعي ويسعي الي الله الحيث قد تسعي انجام لكن ترجع لحل احيث الايمان الايمان لا يستحق لك يتكلمون لك تقرح من الايمان يتكلمون احيث انتكلمون يجعل افضل و هذا الطرق مجال ابن فالبو الهر احيث احيث انت نقولون حتى سروح وكما تقول قد تخلص كلام وكما يقول يا بالعضب جاتني الله وكما يقول الله خلال والشائد من الزمد كما لا زندنا وإذا شبتنا فقط من خلقه من ذلك الزمد الزوء إلى الظلمات على الخلق وعلى العقوب قالا روز الصلاة والسلام إذا أتنا بالعضب الزمدن نكتب في خلقه نكتب في ذلك نكتب في ذلك قالوا بيك اسمعني وعلى عصر مجلس في الفتنجة وإن نحن معه هذا العرب الشخص بسمان الله قال الأنف في العرب الثاني قال دابل الزمد قال هل هي الحصر حيب السوري قال هل هي الحصر حيب السوري والحنع هي حيب السوري فهل هو الملات الزمد فيه ناكا نور لله حين نور بصر من الله حين منظور فيه تغل الشيان فهل هو الملات الزمدن قال الله قال اللهم ضد الفتنجة قال الله قال الله قال الله وعند الاتزام على الاسمه فالتجه اللي الخدمة على الاسمه عيش الله انه محال السماء يعني لكن النار ما هو عيش الله هذا الفتن اسلام الصورة في هدور من الله هذا النار هو اللي جعلت في النار ويجعلت الله ويجعلت الله ويجعله الى اخره واذا انت ازلتت يكت في القلب يكت في قلب واذا تاب العقد والتغطر فقل حلبه وعند انت فقل الحلب ويجعل ان يقصد عليهم انه يجعل متاحة صحيح ويجعل مساحة صحيح لما كنت فقل الحلب الصورة ورزع الحلب كما كان ميه وان عادة من الجنب عادة من يكت في القلب وعند النار هذا النار النار سببه ولكن لا يجب على القلب ولكن لا يجب على سيد جلوس جلوس وقال لأقل لأقل لأسان هذا القلب يجب يجب ولكن يجب علينا وإذا نور تمنى جلال له وضع أسان هذا أسان وقال لأسان والأسان قال ينطفل قلبه على السياطير الطير وعلى قلبين علي جنابي ونفرص فقالاتك من زلة ماذا من السماوات والأرض والآخذ أتمن بالذات تنسيكوه متخير لا يعرف عرفة ولا يمكنك إلا مأخير من العرض فاليسي إنتشاك الثلال من النومات إذا نستطرق على عقبه أو العقبات والعقبات كذلك الأخير الأول يستطرق الإيمان للأرض إذا نها الإنسان عدية التطور إلى الله عدية التطور إلى الله فإن المعاصر مخيصة والإصطرار عليها مخيص وقتول إلى الإنسان وهذا الإنسان يمع أسره إلى العرب التطور وإذا تبت إلى الله هذا من الملكة الملائكة محا الله يستطرق عد الملكة الحظوظ يستطرق من التطور عد العظم لأنه عليها كمانة أجهر لأن الزمنه زل على العرض وله زل على الأرض وأنه زل على الأرض وأنه يمسيها الزمنة وأنه يمسيها الزمنة يمسيها الزمنة بما كانوا يعملون وقال للجهد هل تهد معنا قالوا وأنه تكن الله يجب كل ياما كل ما شاهد منك فهو شاهد عليك قول الطريق الخرصة قول نتقل لله يقول عليه الصلاة والسلام يالله أطرح بسومة عادهه هذا حديثه الأول يالله أطرح بسومة عادهه من أفضان عاده ومن العقيب العاده من الغمال الواده ومن العقيب الواده ومن الضال الواده سيدك كامل عدل سوبة نصيحة قول ان كامل عدل سوبة نصيحة ما أعاده جنده وأنت أعاد السيجه وجواريه والدخاء الأرضي أنت جنده يعني إذا العدد تاتي الله الله دفاع الله قلبه والآخر لأن العليم الحسن فلا نمح من الآخر السمت وذلك الأعرض وأيضا نمح أثر كل من الزوارح إذا كنت لله سمعت النفوحة إذن يا إنسان إذا كنت كام الله ومع الله السمت وأنسى الأرض ضمن وإذا لم تتب من الزمت ونبت على ذلك لهذا الأرض تتبع عليك الأعرض يومينين تحدث أخبارك أحبال حسن قول عليه السلاة والسلام يومينين تحدث أخبارك ونجد تدور مأخبار الأرض يوم القيامة والمعرسول على أردو أن تتجد الأرض وعالاها لا أقل يعقل وأنا عمل على فعلها كيف عمل تاوي بسيطة وكذا كذا وكذا فالأيدي اللي أساس عليك إيشهد عليه الأرض فإذا كيف لنعمل إليك بالله الله سبحانه وتعالى بلسل عب بشهد وللسل عب جمسة وللسل عب جمسة وللسل عب جمسة وللسل عب جمسة كل وارحة كيف أساسا تبديك بالآخر ما يكون إيشهد عليه الزم بأنك كفت إلى الله إيزال عليك الكثير إلى الله فيما في موسى التوري وهو شعر القضى فنالكام إلا الله تعالى في هذا الشعر لو أسلنا في الآثاب الشعر عليه وقرج من جيده وقفياه وقرج من شهر العباد وللغم ولا عيدة إلا إيزام إذا نعني كان كثير إلى الله ويقول عليه الصلاة والسلام تناورت عن الله سبحانه وتعالى في الحديث الغذي يا إبادي إنكم تستطيعون بالنسبة لله وأن أرسلت من جميعاً كثير إلى الله ويقول عليه الصلاة والسلام إذا نعني كان كثير إلى الشعر سوء إلى الله نزلوا ما كثير إلى الشعر وأن أرسلت من جميعاً كما كانوا على أكثر ألف رجل واحد منها أي على قصدك وعلى قصد محمدك قال ما كان ذلك في ملكي شيئاً أي سخواكم لكم من عمل صالحاً في الناس وقال وقال يا عبادي والمولة الرجل وإذا كل رجلكم كانوا على أكثر ألف رجل واحدين ما لقص ذلك من ملكي شيئاً لا سلوكم لقصوا ما عنده ولا خلاقوا بجيثوا ما عنده حتى داخلات سندي ما يزال ما لقص ولا جلاق على الله ما لقص والمولة الرجل وللي عملت عملت مرادة منك أن تعمل صالحاً حتى انجرة عدود حتى يكملت أمار رجل الظلوح حتى نكون حالك يا إنسان وللي عداد لو أن نعم لكم وعافرة وعينتكم وعينتكم فراسة المزين وحيلكم وغيشة وربكم ويابيشة اشتبعوا إن ويتمكم وعافرة فتألوني سواء والأحيات والأبوات والمطل والله والجن والألف كلهم طالت مكان واحد كل واحد سأل الله السؤال وتمنع الله الأمان في وعلى فأعطيت كل إنسان المثالة أي ما قلت عدود ما قلت على واحد فأعطيت كل إنسان المثالة ما قلت ذلك من معين ما قلت شيء إلا كما إنسان ليش يكون إذا أصيل القحر هذا مضبط يعني ذا جدت إبريش محل الشكل محل ليش أخيرك فأعطيت كل إنسان المثالة وعطيت كل إنسان المثالة ليش أخيرك كل مصور متناهي إلا بالمحر الرحمن ودفع لإجمالي لهاية ألفات ما بطقي أبلاً إذا كنت وعطيت وعلى ذلك لأني لك لا أصعي كلام وعزاب الكلام لأني جواد كريم إذا أعطيت كل إنسان كنت يكون إذا يا إنسان فأتح لنا باب الوزر أتح لنا باب السعاد أتح لنا باب الوزر أتح لنا باب السؤال ودعانا أن تدعوه وأمول بدعاه وسؤاله وهذا ده وأمرت أن تدعوه وأي وفتح لك باب الوزر لما فتحاك وقال وطف مدعوني امر هذا وعند سرزابي استجد وعند رضيون وقال وطف مدعوني اكتج الله سنونا هدلك اذا لم تدر الله يعظم الله عليك وعند من لم يتدر الله العظم عليك في اخرى من هذا الوقت اللي حد عليك امرت ان تدعوه وضمت لك الاجابة وهدلك اذا لم تدعوه اذا لم تدعوه العظم عليك وت積بت منها كلمة اذا اذا لاني كان اسعصري الله فعل عم تنخيه للإذري اذني حذر المكره مرشيزة تقريب الله وفي صلائر الله وعند سرزابي الله عند السرزب الله عند سرزبي الله وبالترزبي الله يتمنى الزعايا بذاث والله يحب من العدد اللي حب الله يحبونك بالحاق فيهدت رعصاء الاساس لا جزء يأسفه ان يكون دعاء ان كل دعاء شعرته فيه القلب اعظم لا قد ان يجبك جاد ان يجبك يقول عليه الصلاة والسلام بطل الله وانكم يوقنون بالاجابة وانكم يوقنون بالاجابة وعلموا ان الله لا يجب دعاء من قلب غاصل الله يدعى قلب حاضر عاما يصله شعر رضا أقضل على الله وانسأل الله التوصير وانسأل الله جل وعلا ان يوفقنا لتباعه إلى رسول الله وان يوفقنا لما يحبه واضح وان يوفقنا كلمة النصوح وان يجعلنا من اكتاع هذا الشعر المبارة وان الجلع لنا برحماته ومرضرته ومرضاته وانا قامنا بتنسيط وانا يأتيه وانا يتساعدنا 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 وانا يتسا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة